من يتكلم عن تحرك الشارع حتما سيتساءل أين هي الأحزاب السياسية من هذا المشهد أحزاب تباينت أفكارها واختلفت بشأن امتطاء الموجة أو التريوث إلى حين بعض أقطاب المعارضة حاولت منذ البداية تنظيم صفوفها واستقطاب أكبر عدد ممكن من الوجوه السياسية لإصباغ اجتماعاتها بلقاءات المعارضة التشاورية وبعد الست جولات أجمع جابالا وبنفليس وآخرون على وضع عنوان لمشاوراتهم بفعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب إلا أن صدر الشعب لم يكن رحبا لبعض قيادات المعارضة البحث عن انسجام قوى المعارضة ليس وليد اليوم ففي جوان 2014 طفت على السطح مساع لما أسموه بتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وتمخض عنها أرضية مظفرا واحد استمر التحرك تحت غطاء هيئة التشاور والمتابعة جهود كلها بقيت مباثرة دون توحيد المعارضة على موقف توافقي أما أحزاب الموالات التي دعمت منذ البداية طرح الاستمرارية لحين عدول الرئيس بوتفليقة عن الترشح لعهدة جديدة استجابة لمطلب الحراك الوطني غاب صوتها بشكل صريح في الجمعات الأربع من الحراك ليخرج الرجل الأول للأرندي معلنا مساندة حزبه لمطالب الشعب السياسية الحزب العتيد وعلى لسان منسقه معاذ بوشارب لم يتأخر عن حليفه بدعم تطلعات من خرج في جل ولايات الوطن أما تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية فاكتفى بشد العصى من الوسط بين دعم غير صريح للحراك وبين المواصلة ولو شكليا في التمسك بخطة طريق الرئيس بوتفليقة خمس جمعات كانت كافية لفرض واقع مغاير على أحزاب وجدت نفسها أمام حتمية البحث عن مصداقية شعبية افتقدتها لسنوات خلت مع التفكير باحتمالات التموقع السياسي لمرحلة ما بعد 28 أفريل المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر